اشتركوا في القناة مما بين القوسين مدحف النوبة الطمور والزيتون النوبي التحطيم سؤال الأول المورد الأساسي لاقتصاد واحد سيوة حصاد الطمور والزيتون التراث نؤك يعد امتدادا للحضارة الفرعونية وجزءا أصيلا من الهوية المصرية التراث النوبي فن تم إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2016 هو فن التحطيم أنشأت منظمة اليونسكو نقط في أسوان عام 1997 لعرض التاريخ والحضارة النوبية العريقة متحف النوبة سؤال الثاني صوب ما تحته خط تنتشر في واحدة الفرفرة لهجة خاصة مشتقة من اللغة الأمازوغية الفرفرة خطأ والصواب سيوة ارتبطت معظم الأعياد المصرية القديمة بمواسم التجارة التجارة خطأ والصواب الزراعة يشتغر سكان مدن الصعيد بالأغاني المرتبطة بآلة السمسمية الصعيد خطأ والصواب القناة يعد يوم 7 يوليو اليوم العالمي لإحياء التراث لدى أهل سيوة سيوة خطأ والصواب النوبة سؤال الثالث وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة مما يلي يحتفل سكان الوحاد في مصر بعيد حصاد الطمور والزيتون منتصف شهر أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر الإجابة الصحيحة أكتوبر رقصة البنبطية تنتشر بين سكان منطقة الوحاد القناة الصعيد النوبة الإجابة الصحيحة القناة يشتغر سكانها بإنشاد السيرة الهلالية منطقة نوع القناة الصعيد الحدود الوحاد الإجابة الصحيحة الصعيد أقرب اللغات إلى اللغة المصرية القديمة هي لغة أهل النوبة الصعيد سيناء السواحل الإجابة الصحيحة النوبة النوبة الزهاب لمعابد الآلهة بالخبز والكعك والفطائر من عادات المصر القديم في عيد الشام النسيم الحصاد وفاء النيل رأس السنة الإجابة الصحيحة رأس السنة تم إنشاء مدحف للسيرة الهلالية في محافظة نقط عام 2015 ميلادية السيوت سهاج قنة الأكسر الإجابة الصحيحة قنة سكان واحد سيوة يحتفلون بعيد حصاب الطمور والزيتون في عيد التجارة الزراعة الصناعة السياحة الإجابة الصحيحة السياحة تشير إحدى نقوش معبد القرنة إلى تعلم الملك من حتب الثالث التحطيب على يد حورس رع آمون أوزوريس الإجابة الصحيحة حورس بعد إرى حول الإجابة الصحيحة مما يلي تعبر صورة النقش الفرعون المقابل على آلة موسيقية تشبه آلة موسيقية يستخدمها سكان مدن نقط حالياً القناة النوبة الصعيد الوحاد الإجابة الصحيحة القناة لأن الآلة ديان تشبه آلة السمسمية منطقة ينفرد أهلها بلهجة خاصة بهم ويحرصون عليها وتتناقلها الأجيال القناة النوبة الصعيد الوحاد الإجابة الصحيحة النوبة كان المصر القديم يخصص اليوم الأول من الاحتفالات للذهاب إلى نهر النيل معابد الآلهة قاصر الفرعون أماكن المحاصيل الإجابة الصحيحة معابد الآلهة السؤال الرابع ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة المناسبة يعد التراث يعد سباق الخيول رياضة تراثية تشتهر بها سيناء العبارة خاطئة العبارة خاطئة تنتشر تنتشر اللهج النوبية بين المحافظات المصرية العبارة خاطئة اتخذ المصريون القدماء من شهر أمشير بداية الدورة الزراعية العبارة خاطئة زهاب المصريين القدماء للمتنزهات بالمأكلات من مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة العبارة صحيحة ضع علامة صح أو خطأ يسهم التراث الثقافي المتنوع في تنشيط السياحة العبارة صحيحة يعدى الاحتفال بشم النسيم من الاحتفالات التي احتفل بها المصريون القدماء العبارة صحيحة يعدى التين والزيتون المورد الأساسي لاقتصاد واحد سيوة العبارة خاطئة السؤال الخامس قارن بين سكان أهل برسعيد وسكان أهل النوبة من حيث مظاهر التراث التي تنتشر بين سكانهما وجه المقارنة مظاهر التراث سكان أهل برسعيد يغنون الأغاني المرتبطة بآلة السمسمية ويؤدون رقصات في الكولورية تعرف بالبنبوتية سكان أهل النوبة الاحتفال يوم 7 يوليو من كل عام باليوم العالمي للنوبة ويرتدون الملابس المحلية ويرددون الأغاني التراثية قارن بين بدو سيناء وسكان واحد سيوة من حيث مظاهر التراث بين سكانهما بدو سيناء الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية مثل الاحتفال بعودة المسافر والزواج والمواليد وغيرها وسباقات الهجم سكان واحد سيوة الاحتفال في منتصف شهر أكتوبر بعيد حصاد الطمور والزيتون ويطلقون عليه عيد السياحة ويرتدون الملابس المحلية ويرددون الأغاني التراثية السؤال السادس صل من المجموعة ألف ما يناسبها من صور المجموعة باء يشتهر بقى سكان الصعيد في مصر فن التحطيب يشتهر بقى سكان واحد سيوة في مصر الطمور يشتهر بقى سكان مدن القناة السويس وبرسعيد والإسماعيلية آلة السمسمية صل بين كل عبارة والصورة التي تعبر عنها يشتهر سكان محافظة برسعيد في احتفالاتهم بتصميم عروض فنية خاصة بهم مثل رقصة البنبطية الصورة رقم باء تنتشر لعبة التحطيب التي تعتمد على استخدام العصي بين سكان محافظات الوجه القبلي الصورة رقم جيم يشتهر أهل سيناء بإقامة سباقات الهجن الصورة رقم ألف السؤال السابع ما العلاقة بين سكان واحد سيوة وعيد السياحة؟ الاحتفال في منتصف شهر أكتوبر من كل عام بعيد حصاد الطمور والزلتون ويطلقون عليه عيد السياح ما العلاقة بين حرب أكتوبر وأهل النوبة؟ اللهجة النوبية لعبت دورا كبيرا في انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر عام 1973 ميلادية حيث استخدمها الجيش المصري للتواصل بين قياداته والفرق العسكرية في سيناء ما العلاقة بين تنوع البيئات وتنوع التراث المصري تتميز مصر بتنوع البيئات المصرية وتنوع الموارد الاقتصادية مما أدى إلى تنوع التراث الثقافي المصري ما العلاقة بين منظمة اليونسكو والتراث المصري أنشأت منظمة اليونسكو متحف النوبة في أسوان عام 1997 ميلادية لعرض التاريخ والحضارة النوبية العريقة وتم إدراج فن التحطيب كفن تراثي عريق على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2016 ميلادية السؤال الثامن فسر العبارتين الآتيتين العبارة رقم واحد أهمية التراث المصري يستخدم التراث المصري في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي لأن الاحتفال يجذب الكثير من السياح للاستمتاع به أطلق سكان واحد سيوى على يوم حصاد الطمور والزيتون عيد السياحة لأن عيد حصاد الطمور والزيتون يجذب الكثير من السياح للاستمتاع به لذلك أطلق عليه اسم عيد السياحة لماذا يتنوع التراث المصري؟ بسبب تنوع البيئات المصرية اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية قيم وتقاليد اجتماعية وفنون شعبية وصناعات حلفية يتوارسها الأجيال التراث المصري رياضة تراثية تشتهر بها سيناء وتسهم في تنشيط السياحة سباق الهجم فن ظهر في مصر القديمة ولا تزال إحدى وسائل الترفيه في صعيد مصر فن التحطيب إن شاء الله الدرس القادم الدرس الثالث نمازج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته